سنتأمل اليوم برنامج للعبادة في العشر الأخير من رمضان والقواعد الذهبية الخمسة التي تجعلك تستمتع بهذه العبادات وتكسب الكثير من الأجر وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب، هذه أيام محدودة جدا يعني لدينا 360 يوم أو 65 يوم حسب السنة الشمسية أو القمرية هذه الأيام العشرة مهمة جدا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بها كثيرا وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها ولكن أنا كإنسان مؤمن أحب الله أحب هذا الدين الحنيف أحمد الله أنه كرمني بنعمة الإسلام ماذا أعمل، ما هي الأعمال التي يمكن أن أقوم بها أنا وضعت خمس قواعد، يعني هي قواعد ذهبية فعلا النبي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم أول شيء أخي الحبيب قاعدة الوقت الذهبي ما معنى ذلك؟ كثير منا يظن تقول له لماذا لا تقرأ القرآن يقول والله ليس لدي وقت لدي عمل ودراسة وشؤون البيت وشؤون الحياة وشؤون الوظيفة وشؤون كذا 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 والزوجة والأولاد والأعباء والطعام والشراب وليس لدي وقت إذا لم تعطي أفضل أوقاتك للقرآن لن يعطيك شيئا تصور أخي الحبيب نبيك عليه الصلاة والسلام كان يعطي أفضل وقت عنده لله سبحانه وتعالى للأسف نحن عكسنا القاعدة نعطي أفضل وقت لدينا للدنيا وما يزيد نخصصه للقرآن أو العبادة أو غير ذلك يجب أن تعكس هذه القاعدة يجب أن تختار الوقت المناسب الوقت الذي تكون فيه مرتاحا الوقت الذي تكون فيه قويا وهادئا حالتك النفسية هادئة فتستغل هذا الوقت في التقرب من الله عز وجل والله عز وجل لا يريد منك الكثير يريد منك أن تقترب منه لأنه هو قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إله قريب جدا منك ولكن فقط اقترب من هذا الإله العظيم واجعل أفضل وقت عندك خصصه لله سبحانه وتعالى قراءة القرآن العمل الصالح أبواب البر حب الخير للآخرين الصلاة الصدقة كل أنواع البر اختر أفضل أوقاتك ولا تضع أعمال الخير أو أعمال البر أو أعمال العبادات بشكل عام لا تضعها جانبا لا تترك القرآن حسب وقت فراغك إياك أن تقول والله ليس لدي وقت فراغ بالعكس يجب أن يكون وقتك الذهبي هو للقرآن الكريم وبالتالي سوف تكسب في هذه الحالة الدنيا والآخرة وإلا إذا جعلت القرآن على الهامش خسرت الدنيا والآخرة القاعدة الثانية أخي الحبيب قاعدة اغتنام الوقت يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لضرورة أن نغتنم أو تغتنم فراغك قبل شغلك تغتنم هذا الوقت نعمتان مغبون فيهما كثير يعني كثير من الناس لا ينتبه لهما الوقت الصحة والفراغ الوقت يعني أنت الآن صحيح لديك وقت اغتنم هذا الوقت في قراءة القرآن هذه قاعدة اغتنام الوقت مهمة جدا أخي الحبيب كثير من الناس يفشل في حفظ القرآن يفشل في تدبر القرآن يفشل في تعلم العلم النافع يفشل في نشر العلم النافع لماذا؟ لأنه يضع القرآن على الهامش هذه هي المشكلة هذه هي جذور المشكلة التي نعاني منها أنا شخصيا عندما وضعت القرآن رقم واحد في حياتي وكل ما دونه لا مشكلة والله أيها الأحبة وجدت أن لدي متسع في الوقت ولدي بركة في الوقت والرزق يزداد والصحة يعني أفضل والهدوء النفسي أفضل والسعادة أكبر لأنك جعلت القرآن هو رقم واحد في حياتك القاعدة الثالثة أخي الحبيب وهي مهمة جدا ومعظمنا يغفل عنا معظمنا يظن أن القضية كثرة الركوع والسجود لا أخي الحبيب قاعدة الإخلاص وهذه يمكن هذه علمها النبي كان يعلمها للصحابة الكرام وعلمها لرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ انظر ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك أي العبادة والعمل الصالح الدين هو العبادة أخلص دينك لله يكفك العمل القليل يعني ركعتين بإخلاص أفضل من مليون ركعة رياء ومن دون إخلاص تصدق بابتسامة على من تعرف أو لا تعرف بإخلاص أفضل من أن تتصدق بالمليارات من دون إخلاص قاعدة الإخلاص قاعدة مهمة جدا تجعلك تتذوق لذة العمل تتذوق لذة العبادة عندما تشعر أنك فعلا تعبد الله سبحانه وتعالى من أجل الله فقط ليس خوفا من العقوبة لأن الإنسان الذي يكره على عمل ما لا يستمتع به نحن نعلم أننا إذا أكرهنا شخص على عمل وهددناه إما أن تعمل وإما أن وإما أن تعاقب لن يستمتع بهذا العمل العمل سيشعر بثقة كبيرة ولكن عندما يقوم هذا الإنسان بعمل لأنه يحب هذا العمل سيبدأ فيه هذه قاعدة معروفة إذن الإخلاص القاعدة الرابعة أخي الحبيب وهي مهمة جدا قاعدة التوكل على الله من أهم القواعد التوكل على الله يعطيك لذة في العبادة ويضاعف الأجر ملايين المرات عندما تتوكل على الله حق التوكل يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه يكفيك الله عز وجل يكفيك كل شيء يكفيك الهم يكفيك هم الرزق هم الحياة يكفيك هم المرض ولو كانت حياتك كلها ابتلاءات فإن الله يكفيك سائر الهمم أن تتوكل على الله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن رزق الطيور الطيور تخرج ليس لديها أي أسباب ولا تخطيط ولا خطط الطائر يخرج هكذا فسبحان الله يسوق الله له الرزق من حيث لا يحتسب فالطائر هذا يخرج متوكلا على الله توكل على الله في عباداتك وفي عملك ما معنى التوكل على الله أن تسلم الأمر تسليما كاملا لله عز وجل أن تعتبر أن الله هو المتصرف هو المتحكم أن كل ذرة في الكون لا يمكن أن تتحرك إلا بأمر الله يعني عندما تستسلم بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب أنا توكلت عليك يعني أسلمت لك نفسي وأمري وشأني وهمومي وكل شيء وأنت تفعل ما تريد وتسير والله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لك الأسباب في هذه اللحظة أنت بالفعل تتذوق لذة العبادة وتأخذ أجر عظيم جدا وبخاصة في هذه الأيام حيث يضاعف الأجر كثيرا القاعدة الأخيرة أخي الحبيب قاعدة المودع هذه علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلي صلاة مودع كأنك تودع الدنيا اليوم اعتبر كل يوم تعيشهم وكأنه آخر يوم في حياتك دائما تذكر الموت تذكر لقاء الله تذكر أن الملائكة أنك على موعد مع ملائكة الموت وملائكة الموت أخي الحبيب هي من أجمل الملائكة على فكرة ملك الموت يأتي للمؤمن بأجمل صورة وأبهى صورة لدرجة أن المؤمن عندما يعني يأتي الأجل لا يتحمل هذه الثواني القليلة أن يبقى في الدنيا يريد أن يغادر يريد أن يغادر من كثرة ما يرى من مشاهد النعيم يرى مقعده من الجنة يرى الملائكة بأبهى الصورة يرى البشرة يرى الملائكة تبشره وتزيل عنه الخوف تزيل عنه الهم تزيل عنه الحزن تبشره بلقاء الله تبشره بالجنة فحتى هذه الثواني أو الدقائق التي بقيت من عمره يريد أن يسارع للقاء الله سبحانه وتعالى وبالتالي أخي الحبيب عندما تعتبر أن أن إقامتك في الدنيا قليلة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل غريب هي لحظة هي لحظة هي ساعة الله يقول في القرآن الكريم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة المجرم في ذلك الوقت يقول والله هذه الدنيا كلها يعني يعيش مئة سنة هي ساعة من ساعات يوم القيامة خمسين ألف سنة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لذلك أخي الحبيب تذكر الموت وتذكر لقاء الملائكة ودائما صلي وكأنك تودى هذه الدنيا يعطيك لذة خاصة تصبح هموم الدنيا تتضاءل أمامك الهموم التي كانت كالجبال تتبخر تصبح صغيرة تتضاءل تتصاغر في نظرك تقول ما دمت أنا على موعد مع لقاء الله على موعد مع لقاء الملائكة رسل الله رسل ربي سيأتون لي ليزيلوا عني الهم والغم والمرض والخوف وكل كل شيء سيء سيزول وستبدأ الحياة الحقيقية بالقرب من الله سبحانه وتعالى في حمى الله لن أخاف من أحد لن يؤذيني أحد لا يوجد مرض لا يوجد حزن أو خوف وبالتالي هذا الإحساس يجعلك تنسى الهموم المحيطة بك وبنفس الوقت تأخذ أجرا عظيما جدا لأنك تتذكر لقاء الله باستمرار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقائه والله عز وجل يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لا غني عن العالمين نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التوكل والإخلاص وأن نغتنم وقتنا في الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يتقبل طاعتكم وعبادتكم في هذا الشهر الفضيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق